فلسطين ما بين العام 2005 للعام 2013 أو 2012 للدكتور نورمان علي خلف طبعاً هذا الكتاب باللغتين الإنجليزية والألمانية ويعني نشير إلى أنه كان صدر هذا الكتاب باللغتين الإنجليزية والألمانية والعربية أيضاً جزء الأول والجزء الثالث دكتور نورمان يسعد صباحاً صباحاً يعني بدايةً إصدار الجزء الثالث من كتاب حيوانات فلسطين إذا بنا نحكي ماذا يحتوي من جديد بميزه عن الجزء الأول والثاني طبعاً الجزء الثالث يعتبر مكمل الأول والثاني أنا بطمح أنه يكون عندنا موسوعة كاملة لحيوانات فلسطين طبعاً أنا مشواري الألمي ابتدأ من تقريباً 1980 تقريباً 33 سنة وخلالها الفترة الطويلة جداً قمنا بدراسات كثيرة جداً داخل الوطن وأيضاً حتى في الجزيرة العربية بشكل عام وسعيد أنه يتم توثيق الحياة الحيوانية داخل فلسطين طبعاً من خلال أبحاث علمية هذه الأبحاث العلمية كتبت بثلاث لغات العربية والإنجليزية والألمانية حلال تواجدي ودراستي في ألمانيا وأيضاً قيامي بالتدريس فيها وأيضاً الآن في الإمارات بحاول أوصل رسالة علمية إلى القراء في العالم بشكل عام ليس فقط في فلسطين أو العالم العربي حتى توصل المعلومات الصحيحة إلى جميع الحال العالم أنا بالنسبة إليه أنا بعتبر هذا نوع من النضال العلمي لأنه أنا بعتبر فيه أن حرب شالسة إسرائيلية في كثير من العلماء الإسرائيليين يحاولون تغيير الواقع العلمي لحيواناتنا ونبتاتنا وبيئتنا وأرضنا وأنا بحاول دائماً أنه أثبت أنه هذه أرضنا الفلسطينية هذه بيئتنا وهذه حيواناتنا وهذه نبتاتنا وليها مسميات علمية أيضاً كثير من الحيوانات معروف لما يكون فيه كائن حي بيكون دائماً إلى مسمى لاتيني أو مسمى ليلاني أو مسمى العلمي فكثير من الأسماء الموجودة منذ أكثر من 200-200 سنة كل مسميات حتى وقتنا الحالي من أيام لينيوس لينيوس اللي هو قام بتسميات العلمية من البداية حتى وقتنا الحالي كثير من حيواناتنا هي حيوانات مسمى بأسماء مناطق فلسطينيين أنا أيضاً اكتشفت حيوانات وسميت أيضاً بتسمية فلسطينية مثلاً بالسطينة اللي هو ابن أوى ابن فلسطيني ثم أيضاً التسمية العلمي في النهاني هي بالسطينة إذا تلاحظت كمان مثلاً اسم الكتاب الاسم الكتاب فاونا فاونا باللاتيني معناتها الحيوانات طبعاً بالسطينة المكتوب بهذا الشكل هو الاسم اللاتيني لفلسطيني إحدى بالنسبة إلينا بيهمني أنه ما نكون فقط إقليمون هذه المعلومات بنتي بنتي حاملة الحمستر هذا أيضاً من الحيوانات البيئية بالنسبة إلي أنه مفروض رسالتنا توصل إلى جميع الحال العالم أنا كثير من الباحثين طبعاً بيحاولوا غيروا الواقع أنا بعطيكم مس مثال بسيط جداً أنا كنت قبل ثلاثة أيام في حديقة الحيوانات حديقة حيوانات القدس في المالحب مع عائتي وبعض الأصدقاء طبعاً في الهداية بتكون الأسماء بالنغة العبرية وبعدين جيجي الاسم العربي والإنجليزي وأيضاً بعدين اسم اللاتيني فاستوقفني استوقفني حيواني وهذا الحيوان هو الثعبان الفلسطيني الثعبان الفلسطيني من الحيوانات من الزواحف الفلسطينيين تسميتها العلمية أيضاً فلسطينية اسمه بالإنجليزي ما يسميه بالإنجليزيiele والإنجليزي فاستر فطبعاً إحنا يعني طبعاً القارئ العبري بقول لك هذا فعبان إسرائيلي لكن هذه طبعاً ما تكفى على أي واحد متخصص أو حتى الإنسان العادي فإحنا وكمان فيه كمان حيوان تاني أنا كمان باعتبرها كمان برضو مهم أن نذكرها نقول غزال الجبل الفلسطيني وأيضاً حتى بحديثة الحيونات لما زرته أيضاً كان مكتوب عليها غزال الفلسطيني يعني فيه أشياء طبعاً هم التاسمية العبري دازال أرض إسرائيل فإحنا بالنسبة لنا حتى موضوع عصور الشمس الفلسطيني نفس الشيء عصور الشمس الفلسطيني باللسطين سان بيرد بتلاحظوا بالويكيبيديا مثلاً وأيضاً العلماء الطيور الإسرائيليين بيحاولوا يسموه مش باللسطين سان بيرد طبعاً إزرائيل سان بيرد فطبعاً فيه إحنا بالنسبة لنا دائماً أنا بعتبره نظار وطني هذه الكتب كما ذكرت هذه الكتب الأجزاء الثلاثة والتي تعتبر عملياً هي كتاب علمي يحتوي على العديد من الأبحاث والدراسات النظرية والعلمية أيضاً حول موضوع الحيوانات تحديداً في فلسطين كيف ممكن ترد على كل هذه المحاولات لسرقة التاريخ وسرقة مكونات هذه الحضارة؟ والله إحنا بالنسبة لنا نحاول نركز في أبحاثنا على الهوية العلمية الفلسطينية لحيواناتنا نحاول مثلاً كمثال حتى عصور الشمس الفلسطيني زي ما حكيت أنه كمثال نحاول نركز على هذا الطيار إحنا بالنسبة لنا لأنه حتى لأنه حتى نعم هو مش بس كان مسابق لأنه هذا بالنسبة إلي كمان أيضاً نوع من النضاء الوطني لكن كمان عصور الشمس الفلسطيني زي ما قلت بتحاول إسرائيل تسرقه لكن في نقطة هامة جداً كل دولة في العالم لها عصور وطني ولاها نبات وطني يعني حتى في بعض الدول في أعلامها موجودة الحيوانات مثلاً عندك في الكيمي موجود مثلاً في نيزيل أندا مثلاً في نيبل ليف موجود في كندا مثلاً أرز لبنان موجود في العالم إحنا حتى الآن رغم جهود كثيرة جداً من جمعية الحياة البغية في فلسطين هناك جهود كبيرة من أجل تثبيت أسهور الشمس الفلسطيني كأسهور وطني فلسطيني فأنا لذلك قمت برعاية جائزة تحمل اسمي للتنوع الحيوي في فلسطين من أجل إبراز هذه الهوية الوطنية ومن أجل الاهتمام بهذا الطير بالتعاون مع الموزارة التربية والتعليم الفلسطينية وجمعية الحياة البغية في فلسطين وطبعاً إحنا كان هدفنا أنه توصل رسالتنا إلى أطفال المدارس أنه أطفال المدارس يكون فيهم نوع من الوعي البيئي ويتجوا إلى البيئة وطبعاً كانت هنا مصادقية مصادقة التصوير ضوئي وكتابة البحث العلمي يعني أيضاً تشجيع الطلاب على البحث العلمي والكتابة عشان معناش كتير وقت حاولي يعني حابين نستغل الفرصة ووجودك معنا هنا في البيئ إذا نحكي عن حيوانات فلسطينة لأن في هذه الأبحاث ثلاثة لديش ممكن نقول عدد الحيوانات في فلسطينة رغم أن المساحة تعتبر صغيرة طبعاً فلسطين مميز فلسطين مميز جداً لأنه لها وضع نقول جغرافي مميز ما بين خارات ثلاثة ما بين إفريقيا وبين آسيا وبين أوروبا طبعاً إختلاف الطبيعية التمغرافيه يعني عندك مناطق بسحرواك للجنوب مما المناطق النقض عندك منااطق الجبلية عندك منااطق سهلية في ملتقطة كثير من خهاد المياه، في ملتقطة متفعة؟ مجداً ما هي الملاتق الجمالية للجليل عدد الحيوانات في عندك طبعاً اختلاف مثل كمثال ثديات عندك حوالي 120 مئر من الثديات في عندك مثلا الحيوانات بشكل عام تقدر بحوالي 7000 مور يعني طبعا المجموعة الكاميرة جدا من الحيوانات عندنا الحشرات ألف الحيوانات سريعا عمتهم قرد من فلسطين والله فيه طبعا فيه حيوانات كثير جدا تنقرد مثلا فيه حيوانات بالفعل القردات مثلا الحيوانات اللي تقريبا على حافة القراد هو النمر العربي فيه كانت حيوانات موجودة بفكره الب acredشترية على الحрать عندنا مثلا الفهد العربي كان موجود كان عندنا الدب السوري كان موجود فيه فلسطين كان عندنا المهل العربي هذه الحيوانات كانت موجودة فيه بيئتنا حتى في موقات كان فيه أسد الأسد العربي كان موجود فيه أرضنا الفلسطينية فأنا ان شاء الله يعني اللي يعني أنا كمان عندي لو حكيت في أجالة بطمح يكون عندنا توعي بيئين أن يكون عندنا وعي بيئين نحترم الحيوانات كما نحترم إنسان نحترم هذه الأرض نحترم نباتاتنا ونحنينها وصلا بالفكرة شكرا لك دكتور نورمان علي خلف متأسفين ولكن مضطرين نقول لموجب الأخبار ساعدين بوجودك معنا ونحن يساعدني وجودي بتلفزيون فلسطين هذا بشرفنا وعلى راسنا إحنا وارك الله فيكم بشهدتكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدينا إلا هنا نصل إلى ختام هذا المشوار الصباحي من فلسطين